من جديد تغرد المجار خارج السرب وتطلق صافرة اعتراض على سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدعم اللانهائي لأوكرانيا التوجه المجاري ظهر بشكل جلي خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي في براكسل اذ استخدمت بودابست حق النقض ضد قرض مقترح قيمته 18 مليار يورو لأوكرانيا وفي المقابل قرر التكتل الأوروبي ارجاء اتخاذ قرار بشأن حصول المجار على 7 مليارات و 500 مليون يورو من مخصصات براكسل في غضون ذلك اقترح رئيس الوزراء المجاري فيكتور أوربان بدوره أن تمنح كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مساعدات مالية من ميزانيتها الخاصة من خلال اتفاقيات ثنائية بعيدا عن إثقال التكتل بالديون موقف المجاري ليس جديدا فقد رفض رئيس الوزراء فيكتور أوربان منذ بداية الحرب في أوكرانيا تزويد كييف بالدعم العسكري بل وخلافا للخطى الأوروبية منعت المجار شحنات الأسلحة من العبور عبر أراضيها إلى أوكرانيا المجاورة وقبل نحو أسبوعين أعلن وزير الخارجية المجاري بيتر سيرتو رفض بلاده المشاركة في المهمة التدريبية التي أعلن عنها المجلس الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية وعلى نفس النهج المغير تعد المجار واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعارض سياسة العقوبات ضد روسيا وترى أنها مضرة بأوروبا أكثر من كونها مضرة بموسكو وتتعالى أصوات المجاري مع كل عقوبات يعلنها الاتحاد على موسكو خاصة أنها تعتمد على الغاز الروسي لتلبية 85% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي اشتركوا في القناة